القرآن الكريم أكد أن الإنسان مخلوق كريم على الله خلقه في أحسن تقويم ميزه على سائر خلقه في القرآن إعداد وتقديم الدكتور رمضان خميس بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين مستمعي الكرام ما زال القرآن الكريم يحدثنا عن صفات هذا الإنسان فيذكر في قوله سبحانه وتعالى ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنّا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وفي هذه الشريحة الكريمة من آيات القرآن الكريم يرصد القرآن الكريم خصيصة من خصائص الإنسان أنه يجادل ويقول أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا ولا يتركه القرآن الكريم دون تعليم أو بيان بل يذكر القرآن الكريم له أصله الأول كيف كان وكيف أصبح وصار من أين بدأ وإلى أين انتهى لماذا ينسى هذا الإنسان أصله أولا يذكر الإنسان أنّا خلقناه من قبل ولم يك شيئا أولا يذكر الإنسان بدايته الأولى إن المشهد يبدأ بذكر ما يقوله الإنسان عن البعث هذه المقولة المكرورة المعادة التي يكررها صنوف كثيرة من البشر في عصور مختلفة فكأنها شبهة الإنسان واعتراض الإنسان في جميع الأجيال وهذه روعة القرآن الكريم الذي يغوص في أعماق نفوس الإنسان ويغور في دواخل نفسه ومكامن أسراره فيخرج لنا طبائعه الأساسية وصفاته الجبلية التي لا يطلع عليها ولا يدركها إلا اللطيف الخبير وصدق الله العظيم إذ يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كأن هذه الشبهة يا عباد الله هي شبهة الإنسان كل الإنسان على مر الأزمان وكر الأعصار ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا وهو اعتراض من شأه غفلة الإنسان عن نشأته الأولى فأين كان وكيف كان إنه لم يكن ثم كان والبعث أقرب إلى التصور من النشأة الأولى لو أنه تذكر ولذلك جاءت الآية الكريمة بعد أولا يذكر الإنسان وفي قراءة أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا ثم يعقب على هذا الإنكار والاستنكار بقسم تهديدي فيقسم الله تعالى بنفسه وهو أعظم قسم وأجله أنهم سيحشرون بعد البعث وهذا أمر مفروغ منه فيقول تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فوربك لنحشرنهم والشياطين لأنهم لا يكونون وحدهم بل يكون معهم شياطينهم وهم الذين يوسوسون لهم بالإنكار وبينهما صلة التابع والمتبوع والقائد والمقود وهنا يرسم القرآن الكريم لهم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو الخزي والمهانة ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا وهي صورة رهيبة وهذه الجموع التي لا يحصيها العد محشورة محضرة إلى جهنم جاثية حولها تشهد هولها يلفحها حرها تنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقى فيها وهم جاثون على ركبهم في ذلة وفزع وهو مشهد ذليل للمتجبرين المتكبرين والطغاة المستبدين في كل زمان ومكان يليه مشهد النزع والجذب لمن كانوا أشد عتوا وتكبرا ومن أسباب نزول الآية الكريمة ما قاله الوليد بن المغيرة وسواء صح هذا السبب أو غيره من أسباب نزول الآية فإن العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهي عامة في كل منكر للبعث والنشور أو شاك في أن يعود حيا بعد أن تبلع عظامه فيقول هذا منكرا أو متعجبا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا أولم يعلم أن البدء والإعادة عند الله سواء في اليسر والسهولة فإنه سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون إن الإنسان بهذه الصورة عندما يشتبه على البعث وينكره ويلح عليه بهذه الصورة إنما ينسى بدايته ومن روائع الإمام القشيري رحمه الله صاحب لطائف الإشارات قوله أنكروا حديث البعث غاية الإنكار فقام الحجة عليهم بالنشأة الأولى فقال إن الذي قدر على خلق الخلق في الابتداء وهم نطف ضعفاء وقبل كانوا في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ففطرهم وعلى ما شاء صورهم وفي الوقت الذي أراد عن بطون أمهاتهم أخرجهم هو عز وجل قادر على أن يعيدهم مرة أخرى يقول المفسرون في هذه الآية أبطل القرآن الكريم لهم كل دعوة حيث ذكرهم نسبهم وكونهم من العدم قادمين والله تعالى يقول كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فعودوا إلى الله عباد الله وكونوا لينين هيينين واستدلوا على الغائب بالشاهد وكونوا عباد الله الصادقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن الكريم أكد أن الإنسان مخلوق كريم على الله خلقه في أحسن تقويم ميزه على سائر خلقه وجعله في الأرض خليفة ليقوم بعبادته ويؤدي رسالته وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض وعلم القرآن خلق الإنسان وقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الإنسان في القرآن إعداد وتقديم الدكتور رمضان خميس ترجمة نانسي قنقر